أهلا نسألهم بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين الأهل يا كابتن بيستعد لمواجهة سراميكا كلوباترا إن شاء الله في المباراة القادمة يوم الأربع القادم يعني سراميكا بيواجه برضو العديد من المشاكل وبالتالي الكل ينتظر النادل الأهلي ليحل مشاكل صحيح زي ما قلت أسلام يعني سراميكا يمكن مع أحمد سامي للفضل اللي فاتت دين كم مش ماشية يعني لكن طبعا في مباراة الأهلي خلاص ما كلنا عارفنا هو السيناريو هو هو التركيز هو هو النهاردة بنكرم على سراميكا أنه مش في حالتها وأحمد سامي لكن في مباراة الأهلي حنوفاجه حنلاق وسود طبعا موجودة حقوم طبعا طبعا وطبعا ده حقق كل فرقة نهية طبعا تدافع عن أداءها تحاول قدام النادل الأهلي هي تظهر بالمظهر الجيد اللي هو يديها ثقة لكن عاز أقولك أن إحنا أسلام صعب قوي أن النادي الأهلي يستمر مباراة أو مباراتين في الأداء يعني عنول المتواضع ده أنا أكد لك أن المباراة السراميكا دي حيبقى نقلة تاني اللعيبة طبعا خلال الفترة ده تحسن جمهور زعلان وانت عارف العلاقة بين الجمهور وبين اللعيبة طبعا اللعيبة ما بتحبش تزعل جمهورها خصوان جمهورها اللي هو طبعا بيسندها بشكل كبير جدا اللي واقف وراها بيشجحها في كل مباراة من بداية المباراة لحد نهاية المباراة جمهور النادي الأهلي أنا بعتبره رقم واحد بصراحة واللعيبة يهمها جدا جدا أن هي تصالح جمهور النادي الأهلي احنا نتكلم على صعب جدا أن تيجي مباراة تانية إسلام حتى راجل أهل يعني في تاريخه الخمسة عشر سنة تدريب صعب جدا أن تيجي مباراة تانية بالمستوى اللي احنا شفناه المتواضع الفنيا من لعيب النادي الأهلي زي ما أنت قلت تلات أيام اللي جايين دول أكيد طبعا فيش تلات أيام دو أتنين وتنين يعني يومين يعني حيبقى كلام كله عن الاستشفاء كلام كله على الأخطاء اللي الظهر في المباراة نظري طبعا مع محلل الأداء حيبقى فيه طبعا زي ما سامنا كده عملنا نقطات شفناها بالنسبة للمواقف الدفعية بالنسبة لتقارب الخطوط 3 بالنسبة طبعا زي ما تكلمنا على سبات التشكيل بالنسبة لخط الهجوم الأمامي أنا متأكد أن الروح القتالية وروح الفين الحمرة موجودة وإن شاء الله من مباراة السراميقة النادي الأهلي بإذن الله حنشوف حاجة تانية غير الموراة اللي احنا شفناها مع مباراة سموحة بس أنا عايزة أقول لإسلام أن احنا لازم يبقى عندنا ثقافة وعندنا وعي بالنسبة لعبة النادي الأهلي هم لعبة دوليين طبعا لما يبقى عدد اللعبة موجود في نصف ملعبك إزاي إزاي تقدر تخرج من نصف ملعبك بسرعة عشان توصل نصف ملعب الخصن بدون التكتل ده بمعنى أنك أنت لما تقطع كرة بلاش التحضير يعني متولي قطع كرة لهاني هاني المتولي متولي لعبد الملعب المانع أن أنا قطع كرة وأبدأ ألعبها النصف ملعب اللي قدام وبعدين نصف ملعب يبدأ يطلع السرعة في التحضير توصل الزبط نعم مهم جدا يعني يعني زمان أنا فاكر كابتن جوهري لما في جيلنا إحنا يعني فقال كونتر أتاك بيجي بيبدأ من عندما يلهمان من أنك شواخ بالي من الكرام ده قال لما كرة بطلعب طويلة وهو بيطاح بدماغه أطاحها من رأس حربة وجناح ضامن وجناح تاني ضامن لما تنزل نصف ملعب كرة تانية نصف ملعب يبدأ يحضرها لقدام صحيح فالنقل من خط الخط الخط يفرج بشكل كبير جدا في ضرب التكتل ده لو تكتل درجة بسرعة إسلام يبقى هنا تحضير تحضير عاز أطلع من على أطراف أقدر أطلع من على أطراف عاز أعكس الناحية التانية أقدر أعكس ناحية تحركات بدون كرة ممكن يبقى فيه تحركات بدون كرة تصويبات على مرمى جمل التكتكال اللي احنا بنتكلم عليها